السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني والأخوات بخير نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم اجبنا لكم القراوش بطريقة مختلفة على القراوش اللي كتعرفوا نتمنى يعجبكم الفيديو نبدأ في المقادير لدينا جج صفر لبيض و 50 جرام زبدة هذه الزبدة سبيسيان ممكن لكم ستتعملوا يعني الزبدة عادية مرقارين وعندنا جج معلقة الخل و 100 ميلي لتر ديال الماء تقريبا نصف كس ديال الماء و شوية ديال الملحة نصف معلقة صغيرة ديال الملحة و السرشية ديال الخميرة تقريبا السرشية فيها 7 ديال جرام 7 ديال جرام ديال الخميرة و نخلطوا هذه المكونات نخلطوهم زيان بدينا و نزيدو عليهم دقيقة عندي 700 جرام ديال دقيقة شطت لي تقريبا واحد شوية نقولو 50 جرام ديال دقيقة هي اللي شطت لي تقريبا يعني 650 جرام لدخل هذه العجينة هذه الكمية و غادي نجنو الخالد ديالنا مزيان كما شفتو و هنا يزد لي واحد شوية ديال المظهر تقريبا معلقة ديال المظهر غير باش يعطي فيها شوية ديال الرحة ماشي يعني ماشي ضروري العجينة ديالناها هي وجدناها عجلناها و ندخلوها تلاجة تربوزش شوية 1 ربع ساعة تقريبا من بعد ربع ساعة هادي نجبدوها من تلاجة و هادي نحاولو نسرحوها نسرحوها مزيان باش مرقيقها بزاف يعني الوقت اللي كتقلوها كتطلع يعني كتطلع مزيانة كتطلع زوينة كتطيب ضغياء و كتطلع شيشة هاي العجينة ديالنا نسرحناها و هنحاول نسرحها مزيان و نجيبوه واحد بورت بياس بحال هذا بالنسبة لهذا اللي عندي انا ره كبير ش شوية الى عندكم صغير على هذا احسن باش ما حيتم اللي كتقلها كتزيد تكبر يعني كتكبر بزاف كي نرشو عليها ديك العسل كتجي تقيلة بزاف يعني احسن حاجة ديروها صغيرة احسن هايا قطعناها و هادي نصف شوية ديال البيض ديال البيض قريبا some نقلوها و هادي ننسق باديتهم كما شفتوا ها جيب واحدا ستاة صغيرة و نبقى ندوزها غير في الوسط بحالة ندوز ديال البيض غير في الوسط يكون غير خط صغير و ننسق 6 ديال اللي حبت كما شفتوا هادي نحاول نرشو شوية ديال دكيك بحالة ندوز شوية ديال دكيك على نضيف حرارة فوق الطبلة و نلسقه لها سأجيب أحد استعملت نفس الشيطة التي استعملت نضيف حرارة في الوصف لين يلسق لذلك يلسق لذلك يلسق لا تحل ونلسق لذلك نضيف حرارة فوق دقيق لتلعب الطور كبير لذلك يضيف حرارة لذلك يلسق لذلك يلسق و الوقت لا تحل الطريقة سهلة ليس صعب و بالنسبة للمقادير لا يختلف مختلفين على القروش نعجنهم بالطريقة أخرى بالحليب نخلط معهم الحليب لا يوجد الماء و فيهم مختلفين على هذا نحاول نورق على الوصف يوجد كين البيض و بالنسبة لذلك الشاطلية لا يعمل لذلك لذلك العجين يمكن لكم تسرحه سخن الزيت و نجد العسل الزيت نرمي وحدة بوحدة و نساعدها بالفرشيت كما شفتوا سوف نساعدهم باش يتحلوا تشت فيها غير تشت فيها الحمرية و نحيدوها نحمروها بزاف كما شفتوا هيا موجودة نرميها في العسل ديركت كما نديرو الشبكية باش تشرب ذاك العسل هيا موجودة غادي نجد شوية الزنجلان يكون محمر هيا نغرك عليها في العسل هلك و نصفيهم ديركت و نرش عليهم شوية الزنجلان ثم اشوفوا يعني بدت ترش عليها الزنجلان أو اللوز كاوكاو و نتمنى اعجبكم للفيديو و شكرا بززاف على الدعم لكم و على التعليق ديركم شكرا بزاف السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نتمنى اعجبكم الفيديو شكرا بزاف و ديروا لايك الله يجازكم بخير و نشروا المنشر يعني نشروا الفيديو صحابكم اشتركوا في القناة